تفقد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري سير العمل بمشروع إعادة تأهيل شوارع ومساحات خاصة بمستشفى المعاقين ومركز العلاج الطبيعي ومبنى صندوق لعاية المعاقين في العاصمة المؤقتة عدن وسمع الوزير من القائمين على المشروع الذي تنفذه المؤسسة العامة للطرق بتمويل من صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيس بعدن إلى شرح عن الأعمال المنجزة والمتبقية مشهدا بمستوى الإنجاز للمشروع الذي يمثل منجزا كبيرا سيقدم خلال الفترة المقبلة خدماته للمعاقين في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة لها مشددا على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية وسرعة الإنجاز